نيجي بقى على اخر حاجة في الوحدة وهي الاسئلة والاجابة عنها الشملة جميع الوحدة وشملة جميع المرافق الموجودة في الوحدة يلا بينا نخش على السؤال الاول بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام من افضل خلق سيدنا محمد علي افضل السلام. يلا بنا نخش على سؤال الاول بيقول لي قارن في جدول بين مميزات وعيوب المجمدات الرأسية والمجمدات الافك. تمام يعني فيها عند ديفريزر رأسي وديفريزر افك. اي هي المميزات والعيوب لنقدر نقارن بها بين الاتنين وبعضهم. اول حاجة في الديفريزر الرأسي بيشغل حيزم المكان الصغير مهما كان زو ساعة كبيرة بمقرنته بالافك. الديفريزر الرأسي بيكون رأسي والمساحة بتاعته اللي بياخدها بتبقى صغيرة. لان هو كل الشغل كله في الارتفاع بتاعه. فبياخد مكوناته كلها رأسية. اما بالنسبة الديفريزر الافكي بيشغل حيزم المكان افكيا بيبقى كبير. اكبر من اين? ان الرأس المساحة لو بيخدها لو بتحط فيها بتبقى اكبر. تمام? المساحة اللي هو بيتحط فيها. تاني حاجة استخدام مؤسل في وضع المنتجات لوجود ارفف او ادراج بداخله مثل التلاك. يعني بيبقى عبارة كده عن ارفف بدخل فيها المنتجات. اما في الديفريزر الافكي بيحط المنتجات فوق بعضها. يعني لو فيها عند منتج تحت بيضطر اشيل المنتجات اللي فوق وهجيب المنتج اللي انا عايزه من تحت بي برضو بيبقى صعب شوية. تمام? ده بيوفر كسير من الوقت اثناء العملية التنظيف يبقى سهل. تمام? ده بياخز الكسير من الوقت والجهد اثناء عملية التنظيف. الديفريزر الرأسي بيبقى اقل في احتفاظ البرودة عند فتح باب التلاجة عكس الديفريزر الافكي. تمام? لان لما باجه افتح باب التلاجة بيطلع للهوى البارد الموجود جوه ويه بيخش بكانه هوا ساخن. اما في الديفريزر الافكي خلي بالك ان الهوى البارد بيبقى تقيل فبينزل لتحت. وهو كده كده ايه? افكي. فالهوى البارد بنزل لتحت. غز من عنك فبابطلعش الفوق. تمام? فهو بيبقى اكتر في حفز الايه? البرودة. لاني كسفت الهوى البارد بتبقى التقل فبتنزل لتحت. وتحت ده فين? اللي هو الديفريزر. تمام? نكمل. الديفريزر الرأسي اسعاره بتبقى غالية نسبية. تمام? ده الافكي بيبقى ارخح شوية. بس دوت استهلاكه في الكهرباء بمعدل اعلى. دوت اقل في استهلاك الايه? الكهرباء. دوت بالنسبة للسؤال الاولاني هي مقارنة بين مميزات وعيوب المجمدات الرأسية والافكية. تعمل خشي على سؤال التاني. جاب لي تلات لمبات وبيلي ايه هما دول? لمبة الخضرة واللمبة الحمر واللمبة الصفة. دي موجودة في الدارة الكربية للمجمد الايه الرأسي. وجاب لك اختيارات ايه? دي اختيار اتنين تلاتة. اللمبة الخضرة دي لمبة مصدر الطيار اللي هو عبارة عن مفتاح بداخله ايه? لمبة. اما بالنسبة للمبة الحمراء دي لمبة السرمستات. برضو بتبقى عبارة عن مفتاح بداخله لمبة. اما بالنسبة بقى اللمبة السفرة دي لمبة التجميد السريع اللي هو سوبر سوبر هيد. تمام? بجيب لي اختيرات ديت من فوق. خشي بقى السؤال التالت. ده جايب لي دايرة الكهربية للمجمد رأسي. بيقول لي هنا بيشتغل على اي وضع. يعني نبص كده مع بعض. اتضغط واصله طيار كهربي واصله طيار كهري بقى هون. واصله لخط اخضر وخط احمر. تمام يعني ده في حالة ان. طيب. السرمستات ده في حالة اف. يعني هو مش واصل عن طريق السرمستات. وزي الضغط شغال? شغال عن طريق مفتاح التجميل السريع. هو فاصل سرمستات اه. بس مفتاح التجميل السريع هو اللي مش شغل ايه? الضغط. يبقى الاجابة هنا? وضع التجميل السريع. السؤال الرابع. ما اعراض وجود سادد جزئي او كل بدي انت ده سقول بقى كويس وكبير شوية. لان اعراض السبب الجزئي. واعراض السبب الكلي. طيب بالنسبة للسادد الجزئي لما يكون السادد الجزئي دوت في الفلتر. الاعراض بتاعته هتبقى كالاتي. التبريد بالمبخر بيبقى ضعيف. مما يؤدي الى عدم فصل السرمستات وعمل الضغط بصفة مستمرة. تاني حاجة سخونة المكسف بتبقى اعلى من الطبيعي. دوت لو في سادد جزئي بالفلتر. امبير الضغط بيزيد. بيبقى اعلى من الطبيعي. وجود تبريد في الفلتر واحيانا تلج عليه. يعني تلاقي الفلتر كده موجود عليه ايه? شوية التلج. طيب ده لو سادد جزئي في الفلتر. طيب لو سادد جزئي بالمبخر. اللي بيحصل. اعراضه ايه هي? اول حاجة وجود تبريد جيد. بالنصف المبخر وضعيف في النصف الاخرية. ده تلاقي المبخر نص في تلج والنص التاني مفهوش. في النص في تبريد والنص التاني مفهوش. مع تكاوم كرة من التلج على مكان سادد بالمبخر في حالة وجود رطوبة بها. تمام? طيب ده بالنسبة لسادد الجزئي. ايه بقى السادد الكلي? السادد الكلي اي ان المصورة بها سادد بالكامل. ما بتعديش في اليوم. مما ينتج عنه عدم سنيان مركب التبريد داخل الدائرة. طيب ايه هي الاعراض بتاعته? مفيش سخونة بالمكسف. مفيش تبريد في المبخر. الضغط بيسخن. بيبقى اعلى من الطبيعي. لا يوجد سخط بخ في انتشار مركب التبريد في المبخر لان مفيش مبقى مركب التبريد اساسا بيعدي بيروح على المبخر. وانبير الضغط اللي بيحصل له بيزيد وبقى اعلى من الطبيعي. خش على السؤال البعد كده. السؤال الخامس. اذكر وصفت كل جزء من الاجزاء الدارة الكاربية الموضحة في المخاطة التالي. ايه هو بقى الاجزاء الدارة الكاربية? عايز محرك الضغط. اذكر وصفته. طيار. محرك المروحة هنا وهنا سلموسات السخان. دي كل الاجزاء اللي جايب لك اساميها. اذكر كده بقى نخش نمسك واحد واحد. اول حاجة محرك الضغط بيعمل ايه محرك الضغط? بيحول الطاقة القهربية لطاقة ميكانيكية. الطاقة الميكانية دي بتخش على الجزء ميكانيكي اللي في الضغط بيعمل عمية السحب والطرد. عندي بعد كده بدء الحركة. توصيل وفصل ملفات الايه? التقويم. بالنسبة بال اوبرلود اللي هو قطع واقعية من زيادة الحم. بيحمي الضغط من ارتفاع الانبير. وايضا فصل الضغط عند ارتفاع درجة حرارة ايه? اتضغط نفسه. محرك مروحة المباخر. بيعمل ايه? محرك يعني بيحول طاقة القهربية لطاقة حركة لدوران ايه? المروحة. نفس الكلام مروحة المكاسف. هو برضو محرك بيعمل على تحويل الطاقة القهربية لطاقة حركة لدوران ايه? المروحة. سادس حاجة السمستات. بينظم درجة الحرارة داخل المجمد. بعد كده سابع نقطة. وهو المؤقت الزمني لازابة الساقيع. يكون بتغيير وضع التبريد الى زابة الساقيع على حسب اوقات محددة. يعني بشغل دار التبريد مسلا ثمان ساعات وبعد كده يفصلها ويشغل دارة ازابة الساقيع اللي هو فيها السخان مسلا عشان ديه. في سخان ازابة الساقيع يثبت اسفل المبخر وعند وصول الطيار له يعمل على رفع درجة الحرارة لازابة الايه? التلج. يعني هو بيسيحة تلجع سخان فيدته وبرفع درجة الحرارة. فهيبيبون عامل ايه? ازابة للتلج. اما بالنسبة لسرمستات ازابة الساقيع. يعمل على فصل سخان الازابة وهو بتوصل تولي مع الايه? السخان. فبيعمل على فصل السخان ده. امتى لما بترتفع درجة حرارة موصين مبخر? لعشرة درجات موية. مجموعة الاضاء. لمبة والدوايا والمفتاح. الهدف منهم اضاءة الكبينة عند فتح باب المجمد. سهلة جدا ونفيش اي حاجة. ده بالنسبة للسؤال الخامس ووظيفة الاجزاء الكهربية. طيب تعالى بقى كده نخش على الاجزاء الميكينيكية. اذكر فقط. فقط مكونات الدقرة الميكينيكية لمجامدات الرأسية. واوجه الاختلاف مع مكونات الدار الميكينيكية لمجامدات الافقية. طيب ايه هي بقى مكونات الدار الميكينيكية قدامك. عندي ضاغط تردو دي محكم الغلق. مكسفتة بايد هواء جابري. يعني ملف امامه مروحة. عندي هنا مبخر تبريد هواء جابري ملف امامه مروحة. فلتر مصورة شعرية مجمع مبادل حراري. طيب ايه بقى اوجه الاختلاف مع مكونات الدار الميكينيكية لمجامدات الافقية? شايفين ده? وشايفين ده? ده بالنسبة للديفريز الرأسي ودوت الافقية. تمام? دوت لهو من نوع النفروست. المبخر في المجمد الافقي ببعبارة عن قميص من الاستانلس او الساق بيحاط من الخارج بملفات المبخر اللي هي المواسير. اما في الديفريز الرأسي بيكون المبخر من نوع تبريد هواء جابري اللي هو النفروست او تبريد هواء طبيعي ديفروست. طبعا درسنا في وحدة المجمد الافقي وعرفنا ان المبخر وهو اللي بيختلف عن الديفريز الرأسي. المبخر هنا ببعبارة عن قميص. وبيكون محاط من الخارج بملفات الايه? انه باخر بيكون التبادل الحراري بين المواسير والسطح. اه الاستانلس او الساق ومنه الى المنتجات الموجودة جوه الكابينة. طبعا تبريد هواء اه جابري اللي موجود في النفروست. بيبقى عند مروحة موجودة وعند نواة الدايرة دي بيبقى فيها دارة ازابة الصقيع. اوتوماتيكيا بيبقى عند تايمر وعند سخنات. تمام? وفيها انواع منها قديمة اللي هي بتبقى تبريد هواء طبيعي الهواء الديفروست. تمام? بس الجديد كله بينزل نفروست. بالنسبة للمجمدات الرأسية. تعال بقى بعد كده نخش على الاعطال. الوقت الاولاني بقول لي لا يحدث ازابة للسقيع للايه? للمجمد. ما فيش ازابة بتحصل. اسبابه ايه? دي بتبقى خاصة بقى بالايه? اسلاك القهربة والسخان والسرمو ديسك. وصلات القهربة ممكن تبقى مفقوكة. براجع الوصلات. مؤقت ازابة السقيع التالف. ماشي? ما بيجيش على وضع مسلا اللي هو الازابة. اللي هو لشين دي بيتم السبدال المؤقت في حالة الفيناة بس هن بختبره واشوفه. سخان الازابة ممكن يكون ايه? تالف. فاحص اللي هو استبداله في حالة تالفه. فيه عند السرموستات ازابة السقيع اللي هو السرمو ديسك ممكن يكون تالف. تمام? وده بيبقى وارد وده بيبقى ايه. او نقطة المفضلة حطة. بيتم فاحصه وستبداله في حالة تالفه. نجي بقى الاخر سؤال اللي هو السؤال التامن برضو اعطال. الضغط يا دور هو درجة حرارة الفريزر مرتفعة. الضغط شغال والفريزر فوش تبريد عالي. اول حاجة ممكن يوجد حمل كبير على الفريزر بيقلل الحمل. وممكن يكون السرموستات في وضع اول درجات التبريد. بزبط السرموستات وعلى التبريد بتاعه. ممكن يكون كودش الباب تالف. تمام? وبيصرب الهوى. وبالتالي بيدخل لي هوى من الخارج. طبعا الهوى ده بيبقى سخن فبيرفع درجة الحرارة وبيبقى حمل كبير. وبالتالي اه بلاقي الفريزر درجة حرطه ايه? مرتفعة. في الكودش بيتم استبداله او اصلاحه. وجود سدد في الدايرة تحديد مكان السدد واعادة الشحن. تقلقى في الضغط بيبقى الضخ بتاعه ضعيف. يتم استبدال الضغط. تكون سلج بكمية كبيرة على المبخر. تمام? فحص الطايمر وسخان ازابة الساقيع ومروحة المبخر. دي لو هي نفروست بيتم ايه? عند نهوى الطايمر وسخان. والمروحة المبخر خلي بالك لان التكون تلك ده. بيبقى مشكلة لدارة الازابة مش شغالة. دارة الازابة مش شغالة. سخان. تمام? مكتب المروحة المبخر مش شغالة فبتقلل من كفاءة التبريد. تمام? ده كده السؤال التامن اعطار. وبكده نكون مسنة لنهاية الاسئلة وانتهاء الوحدة كاملة. اتمنى الناس تكون فهمة الاسئلة كويس جدا. وتم امراجعتها بشكل كويس. في النهاية اشكركم جدا. في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.